ازايكو حبيب قال بعملين ايه اتمنى يا رب اكونوا دايما بخير النهاردة هنعمل ايه مصمر زي ما انت شايفين كده هنعمل مع بعض شوية ارقيش بالعجوة سهلين جدا وبسطين جدا ومقادير بسيطة جدا جدا هنعملها مع بعض بكل سهولة المقادير بتاعتني ايه انا كت عجنت اللي ارقيش وما كنتش نوية ان انا صور بس رجعت تاني قلت افتح الكاميرا وصوري عشان حبيبنا اللي بسألوا علي فينك من زمان ما نزلتيش فيديوهات جديدة المهم حبيبي المكونات بتاعتنا على السريح كده معانا كيلو دقيق ومعانا كوب بايت زيت ومعانا كوب بايت سمنة ومعانا معلقة شمر على ينسون طبعا على حسب الرغبة مش حبهم خلاص تقدري تستغنى عنهم وعندك معلقة سمسم كبيرة ومعانا معلقة خميرة ومعلقة بيكن بودر ومعلقة سكر هنحط المواد الجافة كلها مع بعضه هنقلبها وبعد كده بالمية وهنعجن حابة تعجن بلبن ماشي لو كمية وليه لو عايزة تعجنها بلبن ما يجراش حاجة لكن لو كمية كبيرة وهتفضل عندك مثلا اسبوع او فترة لا اعجنيها بالمية لان المية بتطول عمر الحاجة لكن اللبن كتيرها يومين ثلاثة وبس يعني لو انت حابة ان انت تعملي كمية كبيرة يبقى الافضل ان انت تعجنيها بالمية قلنا نعملها النهار ده بكل سهولة زي ما انت شايفين كده انا بعد معجنت قلت يلا ما افتح الكاميرا وصبر لكم وانا بعملها طريقتها سهلة وبسيطة جدا تقدري برضو تستخدمي العجينة دي في القرص اللي هي النشفة يعني ممكن نعمل منها برضو قرص عادية برضو نحشيها برضو عجوة العجوة معنا عندك طمر عادي ما فيش عندك عجوة زي العجوة بتاعت دي كده جبتها قطعة وبعد كده حطت لها حوالي ربع كباية مية على النار ولعت عليها النار وهديت خالص وبعد كده سحت معيا خالص وبعد كده باها راسة البطاطس واعجنتها كويس جدا طلعت معي معجون عجوة زي ما انت شايفين كده باجب بالمعلاء بكل سهولة زي ما انت شايفين بالمعلاء لان هي زي ما قلت لكم وانا عجناها على النار يعني سايحة معايا وصخنة نار. فانا بحاول اعملها بالمعلقة شايفين معايا معلقتين بحاول افردها بكل سهولة وبعد كده احط على طرف العجنة بعد ما بفردها وبعد كده بروح مطبقة الجزء ده على جزء تاني وبقص الزيادة او بقطع الزيادة بشيله زي ما انت شايفين. اسهل حاجة ممكن تعملو يا بنات لأولك وحاجة كده سهلة للفطار لتغيير الرئة على الصبح ومراحين المدرسة. ممكن برضو تدي حبيتين لابنتك او ابنك تحطهم لهم برضو في اللانش بوكس. عادي ما فيش مشكلة برضو ياخدوهم معان مدرسة. يعني وصفة سهلة وبسيطة وهتنفعنا في بداية اليوم لتغيير الرئة والاولادنا اللي راحين المدرسة. وصفة سهلة وبسيطة جدا. زي ما قلت لكم والمآدير ايه يا مصمر زي ما قلت لكم الكيلو دقيق على كوباية سمنة وعلى كوباية زيت. لو انت حابة تحط سمنة بس عادي. لو انت حابة تحط زيت بس عادي بس انا حطت كوباية سمنة كوباية زيت معلقة سمسم معلقة بكم بودر صغيرة ومعلقة خميرة صغيرة ومعلقة سكر كبيرة وزي ما قلت لكم احط معلقة شمر على ينسون هتجيب خمسة جنيه شمر وخمسة جنيه ينسون هتطحنيهم في الكبه وبعد كده هتاخدي معلقة واحدة منهم بس والباقي عينيه هتحتاجيه في اي مخبوزات لو انت مش حاب الشمر وين اللي ينسون برضو ممكن تستغنى عنه هتستكفي بالسمسم وخلاص ده اختياري يعني على حسب ما تحبي زي ما انت شايفين كده عجنتها كويس جدا زي ما قلت لكم بالمية لو انت حابة تعجنها باللبن يعجني بس تكون كمية قليلة معاك زي ما انت شايفين بفردها كده بالطول وباروح اسماه واروح جايب العج وعطر في ده احطها وعطر في ده احطها وبعد كده باروح مطبقها وهي ضغط عليها باديا مبططها وبعد كده بقطعها تقطيع اللي انت حباها زي ما انت شايفين اسهل حاجة ممكن تعملوها لأولاكم سهلة وبسيطة واقتصادية ومقاديرها بسيطة جدا مش مكلفة شايفين انا بدلا بكدت بافردها للاول وباخد جزء وارجع علم الجزء التاني لأ انا استغلت جزئين اه اطعتها من النص كده شايتها من النص وهبتدي احطها على الطرف ده وقفل والطرف ده وقفل بكل سهولة سهلة وبسيطة جدا الارايش من الحاجات بجد والله اللي ما بتاخد منك ولا ولا مجهود ولا مقدير مقدير بسيطة جدا يعني حاجات مش مكلفة حاجات اقتصادية وبسيطة جدا جدا شايفين مشاء الله بتنسوش حبيب تصلى على الحبيب في الكومنتات كده عشان ناخد كلنا حسنات مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك في الاولين وصلي وسلم وبارك عليك في الملع الاعلى الى يوم الدين صلاة ينفرج بها الكرب وتنحل بها العقد اللهم اغفر لي والوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات زي ما انتو شايفين كده حبيبي خلصت اول واحدة وهجيب تاني واحدة على طول وهقفلها بكل سهولة وبعد كده هضغط عليها باديا كده عشان نقفل العجينة على العجو وبعد كده هشتال كده الزيادة اللي عطر فبعد كده قطعها بكل سهولة هنعمل احلى يا رئيش لا اولادنا بمقدير بسيطة جدا وسهلة جدا زي ما قلتلكم ممكن تعملوها بزيت بس وممكن تعملوها بزيت وسامنة على حسب الرغبة وعلى حسب احنا مقدرنا زي ما قلتلكم نجيبها بسيطة جدا واقتصادية جدا وعلى قد الايد يعني مش لازم تحطي سامنة مش لازم اه تعملي حاجة تكون مكلفة عليك لأ قدامك حابة تعملو بزيت بس ماشي حابة تعملو بزيت وسامنة عادي برضو مفيش اي مشكلة حابة اعمل بسامنة بس يا مصمر برضو عادي قبيبي مفيش اي مشكلة دي زي عجنت الكحكي يا بنات هنحط السامنة وكبات الزيت وهنبسهم في الاول اهم حاجة نبسهم زي حبات الرمل كده وبعد كده نبتدي نعجن وتلمي العجينة مش تعجنيها لان لو اعدت تعجني في العجينة كتير هتعملك عرق وهتلاقيها طرية معاك مش مقرمشة فانت تحاولت لمها بس بصابعة كده ما تعجنيش عشان ما تعملش عرق لو احنا هنعجن العجينة دي بتبقى مع الفطير المشالتة الفطير المشالتة بنعجن فيه كتير اوه عشان نعملو عرق عشان واحنا بنفرد الفطير يتفرد معانا بكل سهولة لكن القرائش من الحاجات النواعم اللي زي نواعم العيد اللي احنا بنعملها للعيد بتبقى حاجات نعمة مش عايزة العجنية دي وبكني الماء فصابعنا كده وخلاص كده خلصت معانا زي ما انتو شايفين كده سهلة جدا نباركو برضو لتانو مرة شايفينها اقسم النص ده وهبتدي برضو اقفلها زي ما قلتلكو هنقفلها كده انا عملت شوية بدون عجوة سادة بتدي اقفلها كده زي ما انتو شايفين يا بنات انا وردتكو الطريقة بس زي ما قلتلكو في البداية انا ما سجلتش المأدير وانا بعجنها لان انا ما كنتش ناوي يصور بصراحة واركعت تاني قلت يلا افتح الكاميرا وصور لكم الارئيش بتاعتنا واحنا بنعملها زي ما انتو شايفين كده اصحر وصفة ممكن تعمليها لاولادك بكل سهولة وكل بساطة تقدري تعملي الارئيش في البيت شايفين لنشترك كيلو بالشكل فلانة واحنا نقدر نعمل في بيتنا بكل سهولة شايفين شكله ما شاء الله طالع ما شاء الله زي العسل ازاي ومقرمش ودايب دوب ومشاء الله ممكن تعمليها امي يلا اخت انتوية بقى يلا عايزي نتشجع كده ونشجع بعض شايفين وعملنا من كيلو ارئيش حوالي تلاتة كيلو ارئيش ما شاء الله والله اعمال لكمية كبيرة الكاميرا ظلمة بجد الطبق اللي معايا طبق كبير قوي واخد ما شاء الله كمية كبيرة ما شاء الله شايفين عملت شوية سادة وعملت شوية بعجوة عملنا هم بكل سهولة وده كانت الوصفة بتاعتنا النهار ده يا رب تعجبك وتنال اعجابكم حبيبي واخوات الغاليين ما تنسونش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للكانا عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من فيديوهاتنا واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة